في فرنسا لم تمر أنشطة إيران الإرهابية دون حساب السلطات جمدت أصولا مملكة للمخابرات الإيرانية وأخرى لأسد الله أسدي وسعيد هاشمي وهما مواطنان إيرانيان جاء ذلك ردا على مخطط حزيران الفائت الذي كان يهدف للهجوم على مؤتمر للمقاومة الإيرانية على مشارف باريس الحكومة الفرنسية حملت نظام في طهران المسئولية الكاملة عن مخطط التفجير وجاء في بيان مشترك لوزرات الخارجية والداخلية والاقتصاد الفرنسية أنه تم إحباط محاولة هجوم في فيل بانت يوم الثلاثين من حزيران مؤكدة أنه لا يمكن أن يمر هذا الفعل الإجرامي دون عقاب قرار باريس بتجميد الأصول الإيرانية يأتي بعدما ألقت ألمانيا القبض على دبلوماسي إيراني معتمد في النمسا إضافة إلى إلقاء السلطات البلجيكية القبض على شخصين آخرين بحوزتهم متفجرات في بلجيكا سلطات البلدين أكدت أن المعتقلين على صلة مباشرة بمخطط التفجير وكانت وكالة رويترز كشفت أن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الفرنسية ناشدت الدبلوماسيين في آب الماضي بعدم السفر إلى إيران كما أجلت باريس ترشيح سفير جديد إلى إيران ولم ترد على ترشيحات طهران لمناصب دبلوماسية في فرنسا كل ذلك في إطار ما تصفه فرنسا بالتهديد الإيراني لأمن أوروبا ترجمة نانسي قنقر